بداية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساكم الناس الجميع يمكن اول مرة بطلع وبصرح او بوضح الامور اللي صارت بيني وبين النادي بخصوص التوقيع بكل اماني انا ما كنت حاب ان اطلع لاني ما تعودت ان نحكي على بيتي وعلى خصيتي نادي الفيصل بيتي نادي الفيصل بخصني وانا ابن النادي من لما كان عمري 12 سنة في المقابل اتمنيت حدا من جهاز الفني او من الادارة يطلع ويوضح اللي صار بيني وبينه بالنسبة للتوقيع فعشانك انا اضطريت ان اطلع ووضح اللي صار لانه بسمع كلام صراحة مزعج انا ما عندي فيسبوك وما بتابع الاخبار الاخبار بسمح من الناس بقابلها بالاماكن العامة من اصدقائي من اصحابي بتفاجأ ومصدوم من الكلام اللي بسمع عشانك بدي اطلع ووضح اللي صار واللي صار كالتالي انا بجيت ابو واحد الشهر قعدت اسبوعين ما حلو اتواصل معي من النادي بعدين حكم معي الكبتل محمود الحديد مدير الفني للفريق قال لي خلي انت شو متطلباتك قلت له كبتل مفروض والافضل نقعد ونتناقش ونحكي بشكل عام احسن من التلفون قال لي ما في مشكلة بكرة عندي اجتماع وعندنا مباراة وبحكي معك انتظرت يوم يومين اسبوع اسبوعين ما حلو اتواصل معي الكبتل محمود حقي مدير الفني ما رجع لي ولا حد من النادي يتواصل معي بعدين حكي معي نضال العساسار في عضو وإدارة الجديدة قال لي خلي بدي أشوفك وبعد معاك فعلا ثاني يوم قعدت معاه قال لي خلي في البداية قبل ما أتناقش معاك قبل ما أسمعك وتسمعني قبل ما تحكي وأحكي أنا مش مخول ولا مفوض إن أحكي معاك بشكل رسمي أنا وسيت لأني بحب نادي الفيصلي وبحب خليل بنعطيه حابك إنك تكون موجود معنا بالفريق وبدأ أسمع شو بتحكي لحتى إن أحكي للإدارة فين حكيته اللي عندي وحكيت له شك شو بصير معاك غاب عني فتت أسبوعين ما أرد لي خبر طبعا بالأسبوعين هاي صارت ضجة كبيرة على خليل إنه خليل باعي النادي وإنه خليل ما بده يتنازل كلام كثير صراحة مزعج أنا بد أحكي كلام يعني مش حابي أن أحكي فيه بس مضطر أن أحكي فيه اللي هو أنا ابن النادي الفيصلي كل سنة كنت أوقحها مع النادي كل توقية أقصى مدة كانت تقعد ربع ساعة الشروط والبنود يكون حاطها النادي أكون موافق عليها بوقع العقد وبمشي في المقابل كل نهاية موسم ثلثين مستحقاتي ما بكون مخدهم يعني ما برفع قضية عن نادي ولا بشك عن نادي ولا بصرع عن نادي لأنني أنا ابن النادي ومجبور أن أتحمل الظروف في النادي ومكانياته فبعد أسبوعين المهم بعد الأسبوعين حكى معي عضو إدارة سابق من نادي الفيصلي قال لي خليشو فيه وشو صاير قلت له الموضوع قال لي على كل حال أنا بعد شوي رح أكون قاعد مع فراص الحياسات أو عضو إدارة الجديدة وراه يحكي معك قال لي خليش فراص الحياسات بحكي لي أنت ما حدا تواصل معك ما حدا حكي معك بشكل رسمي أو إمكانيات النادي أو ظروف النادي أو بنود النادي قلت له ما حدا حكي معي بكلام اللي حكيت لي ولا حدا حكي معي بشكل رسمي قال له على كل حال إحنا عقدنا 1 2 3 قلت له أنا ما عندي مشكلة بس قلت له أنا في شغلي عندي عندي شكين بقيمة مبلغ معين كان موعد صرفهم بشهر واحد 2021 يعني قبل تقريبا سنة وشهرين أنا كنت مجيرهم لشخص يصرفهم بحسابه والشخص ما قدر يحصلونهم من النادي فحكى معي فاضطرت إن أدفعهم من حسابي الخاص لأني بعشو ظروف النادي ما طلعت شكيت ورفعت قضية ولا حكيت لأي إنسان من النادي بس قلت له أنا مستعد إني أتنازل من جزء منهم فقال لي ما في مشكلة قال لي بعد يومين عندنا اجتماع مجلس إدارة رح أرد لي خبر انتظرت كمان نفس المدة سبوع عشر أيام ما رد لي خبر هسا حكى معي أنا حكيت مع عضو إدارة السابق لأني ما عندي أرقام إدارة جديدة قلت له حد لآن ما حدا أتواصل معي ولا حد رد لي خبر لأنه أمور بالنسبة أنا مش واضحة قال لي عطيني شوية برجاء أحكي معاك فلا حكى معي قال لي أنا حكيت مع وركات مدير التعاقدات وركات حاكي مع مدير الفن الكابتن محمود الحديد قيل له لسه ما رد له خبر لأوريكات أنه خليه يكون موجود ولا ما يكون موجود هذا الحكي الرسمي اللي صار قبل عشر أيام من عشر أيام وأنا أستنى بعد حكي الرسمي من عشر أيام وأنا أستنى ما حد رد لي خبر أنا لو ما بحب النادي ما باستنى شهر كان وقعت وخلصت بس لأني بحب النادي ولأني ابن النادي حاب أنه أكون موجود بس للأسف ما حد رد لي خبر وكنت تحاب إنه حدا من الإدارة أو من جهاز الفني يطلع يوضح للناس شو اللي صار أقل ما فيه يطلع المدير الفني يحكي أنه أنا مش بحاجة خليل أنا بالعكس بحترم قرار المدير الفني وهذا قراره وأنا بحترمه إحنا خلف في النادي وكنا منحب النادي وبدنا النادي أنه ينجح فبالأول بالآخر بتمنى من النادي جميعا أن نتوقف وراء النادي وتساند الفريق وبتمنى لنادينا الغالي كل التوفيق وإلكم كل الاحترام